يعني أنت تعرف أنه إيران كم أنفقت وكم أخذت من الوقت لبناء محور المقاومة واعتبرته من الأشياء المقدسة لها الآن أنت ترى وكما يتفق الأسادة الضيوف بأنه حزب الله وقد أوشكه على نهايتي هل إيران ستستسلم للأمر الواقع؟ وما رأيك بتسريبات تقول أنه إيران تفكر الآن بنقل حزب الله بكل تنظيماته إلى العراق وإعادة هيكلته وبناءه وتسليحه من جديد خصوصا أنه هناك في العراق حاظنة ممتازة لوجود محور المقاومة شون رأيك على هذا الذي يشاء الآن؟ ممكن له أن يحصل؟ دكتور نجم غير مسموح هذا الذي يطرح الآن غير مسموح لإيران ولا لأدرع إيران ولا للميليشيات إيران التي تتواجه في العراق اليوم نتنياهو تفرغ تماما من جنوب لبنان القوى الأقوى في المنطقة وقد أصبح جاهزا لمواجهة إيران بكل ما تمتلكه من أسلحة بلاستية وأيضا الأسلحة النووية إلى ما ذلك كل أسلحة إيران لن تقف أمام ما يريده نتنياهو لتأمين المنطقة كل ما يقوم به اليوم إيران من نقل هذه التجارب إلى سوريا ومن ثم إلى العراق ولكن السيد السوداني رئيس مزراء العراق قد تم أبلاغه بشكل كامل من قبل الوفد الأمريكي الذي زار العراق سرا واجتمع به وقد أبلغه بكل ما يجري في العراق وقد أبلغه بكل المواقع التي تتواجد فيها الميليشيات الإيرانية على مستوى الخارطة العراق أيضا قالتها علينا رومانسكي السفيرة الأمريكية في العراق بإجابة سريعة سيد المسعودي هل سيكون العراق الوجهة القادمة لإسرائيل بعد أن أوقفت أطلاق النار في بيروت الليلة؟ للأسف نعم وبعد ذلك ستكون إيران الوجهة القادمة إسرائيل هي متفرغة حاليا بعد أن أنهت المهمتها في غزة تقريبا وأنهت المهمة في جنوب لبنان هي الآن تتفرغ لضرب الميليشيات التابعة لإيران في عمق الأراضي العراقية وقد شقصت 38 هدف داخل العراق وقد قامت بسسليمه إلى رئاسة الوزراء العراقية ومن ثم ستتفرغ إلى ضرب إيران إلى ما تم الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وهناك نقاش مستمر ولم يتوقف بين أمريكا وبين إيران حول طريقة للوصول إلى اتفاق دولي بين إيران والمنظمة الدولية لسيما التي تقود